موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرة الأخبار من استوديوهات قناة سهيل الفضائية نبدأها بالعناوين رئيس الجمهورية يبحث مع السفير البريطاني الخطوات المتخذة المتخذة لتحقيق جهود السلام خلية التنسيق في محور الحديدة ميليشي الحوثي اخترقت الهدنة في ست جبهات بالمحافظة موسيقى الأجهزة الأمنية بتاعز تضبط معملا لصناعة المتفجرات وارتفاع الجثث المكتشفة إلى ثمان موسيقى استقبل رئيس عبد الربو منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم سفير المملكة المتحدة ليدا اليمن مايكل أرون وتم خلال اللقاء مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وجهود السلام والخطوات المتخذة في سبيل تحقيقه وفقا للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية والياتية التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 22-16 وأشار رئيس الجمهورية إلى دور المملكة المتحدة الإيجابي بالتعاون مع المجتمع الدولي في إنجاح ودعم مخرجات الحوار الوطني وأعرب عن تطلعه في أن يتواصل التنسيق في هذه المرحلة لتحقيق التطلعات المرجوة نحو السلام ونوه السفير البريطاني بجهود رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي ودعمه للصادق لإنجاح جهود السلام وأكد موقف بلاده الداعم لليمن وشرعيتها الدستورية أكد رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي على أهمية تمكين أبناء قليم اتهامة من المشاركة الفاعلة في إطار مؤسسات الدولة المختلفة بما يتناسب وتضحياتهم في مواجهة المشروع الإمامي لمليشي الحوث الإرهابية وبما يلبي تطلعاتهم في إدارة محافظتهم في إطار اليمن الاتحادي الجديد المبني على العدالة والمساواة والحكم الرشيد جاء ذلك خلال استقباله اليوم لمحافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر الذي وضع رئيس الجمهورية أمام التطورات المختلفة التي تشهدها الحديدة والتحضير لتسلم أبناء المحافظة وقيادتها التنفيذية لتسلم أبناء المحافظة وقيادتها التنفيذية لإدارة المؤسسات التنفيذية والإرادية والأمنية وفقا لتفاهمات بناء الثقة في السويد التقى نائب رئيس الجمهورية نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق الركن علي محسن صالح اليوم الأربعاء وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن عبد الله النخعي ويأتي الاجتماع تنفيذا لتوجيه فخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبد ربا مصرهادي القائد الأعلى للقوات المسلحة بضرورة تدارس الأوضاع الميدانية والعسكرية ومضاعفة الجهود لبناء الجيش الوطني وتوحيد إمكانياته واستمع نائب الرئيس إلى المستجدات ومسرح العمليات وسير تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة والآليات والجهود المبذولة في توحيد الجيش وإمكانات وهيئات ودوائر وزارة الدفاع ورئاسة الأركان وأكد نائب رئيس الجمهورية بأن بناء جيش وطني محترف يؤمن بمبادئ الثورة والجمهورية ويدافع عنها هدف رئيسي من أهداف شرعية باعتبار قوات المسلحة صمام أمان البلد ورمز استقراره وللدور الكبير المنوط به في هذه المرحلة الحرجة مع قوات التحالف في الدفاع عن الهوية اليمنية من مشروع إيران التخريبي من جانبهما أكد وزير الدفاع ورئيس الأركان بذل أقصى الجهود لترجمة توجيهات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة منوهين إلى جملة من القضايا والموضوعات العسكرية المرتبطة بمهامهما قال رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك إن التفسيرات المشوهة للاتفاق بخصوص مدينة وميناء الحديدة والصادر عن قيادات حثية تؤكد أنهم غير جادين في الجنوح للسلام ولا يزالون يسويقون الوهمة لأتباعهم وحليفتهم إيران أكد رئيس الوزراء المسئولية باتت على عاتق المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن لإلزام الميليشيا بالانصياع الكامل والحرفي لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه دون إبطاء أو تلاعب جاء ذلك خلال استقباله اليوم سفير للمملكة المتحدة لدى اليمن مايكل أرون ونقش اللقاء مستجدات الأوضاع في ضوء نتائج مشاورات السويد والدور المطلوب من الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي باعتبار ذلك خطوة أولى نحو تطبيق القرارات الدولية الملزمة وتنفيذ الإرادة الشعبية الجامعة لإنهاء الانقلاب وعودة مؤسسات الدولة وأعرب رئيس الوزراء عن تقدير الحكومة والشعب اليمني للموقف البريطاني الثابت في دعم شرعية اليمنية والالتزام بتقديم كل أوجه الدعم الممكن لإنهاء الانقلاب ومساندة تطلعات اليمنيين في بناء يمن اتحادي جديد آمن ومزدهر يصم بفاعلية في تحقيق الاستقرار والأمن العالمي من جانبه أكد السفير البريطاني دعم بلاده للحكومة اليمنية شرعية وجهودها في استعادة الدولة وتطبيع الأوضاع وترسيخ الأمن والاستقرار نقش رئيس الوزراء معين عبد الملك مع محافظي حضر موت قائد المنطقة العسكرية الثاني اللواء الركن فرسالي مين البحسني الأوضاع الخدمية في المحافظة وشاد رئيس الوزراء بالجهود التي تبذلها السلطات المحلية في حضر موت ودورها في استقرار الحياة والحفاظ على استمرار الخدمات العامة ومتابعة المشاريع والعمل بوتيرة متميزة لتوفير احتياجات المواطنين وقال رئيس الجمهورية أن الرئيس هذه يولي محافظة حضر موت اهتماما خاصا لما لها من أهمية استراتيجية وتاريخية وأنها تحظى باهتمام الحكومة وإعطائها أولوية في كافة المشاريع والخدمات التي تحتاجها وثمن رئيس الوزراء الجهود التي قدمها البرنامج السعودي للتنمية وإعادة الإعمار ومنحة الكهرباء التي أسهمتها بشكل واضح في إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات في حضر موت وزعت بريطانيا مساء أمس مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن لإقرار الاتفاقيات التي توصلت إليه الحكومة اليمنية ومليشي الحوثي في السويد برعاية الأمم المتحدة وتسعى بريطانيا للتصويت على المشروع قبل نهاية الأسبوع الجاري وينص مشروع القرار البريطاني على إقرار اتفاقيات استوكولم بشأن مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ودعم اتفاق تبادل السجناء وبيان التفاهم بشأن تعز ويدعو المشروع البريطاني الحكومة اليمنية والانقلابيين إلى تنفيذ اتفاق استوكولم واحترام ترتيبات وقف إطلاق النار في الحديدة وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية والطبية وحماية الأهداف المدنية ويطالب المشروع الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم مقترحات قبل نهاية الشهر الجاري تتعلق بكيفية إدارة المنظمة الدولية للاتفاق ورصد عمليات وقف إطلاق النار إضافة إلى دعم مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية في إدارة وتفتيش موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى أكد المتحدث باسم ألوية العمالقة التابعة للجيش الوطني في الحديدة وضح دبيش أن قوات الشرعية سترد بحسم في حال استمرت الميليشي الحوثية بخرقها للهدنة موضحاً التزام الجيش الوطني بتوجيهات قياداته العسكرية وحرصاً على إنجاح الجهود الرامية لتحقيق السلام وقال الدبيش في تصريح لصحيفة عكاب قمنا بالأمس بالرد على مصادر النيران وأوقفنا ونؤكد مراراً وتكراراً أننا لن نقف مكتوف الأيدي ما لم يتم الضغط على الميليشي بإيقاف الاختراقات وأشار الدبيش لأنه في حال إفشال الميليشي الحوثية للجهود الرامية لتحقيق السلام واستمرار الخرقات فإن رد الجيش الوطني سيكون حاسماً وهو ما لن يتوقعه أحد ولن يستطيع أحد إسعاف الميليشي هذه المرة وقال الدبيش إن ميليشي الحوثي اخترقت الهدنة في الدقائق الإحدى عشر الأولى من بدء سريان وقف إطلاق النار وقامت بقصف هستيري عشوائي على حي الربصة وحي 7 يوليو وشارع الخمسين وشرق الدريهمي ومديرية حيس تمثل محافظة الحديدة أهمية استراتيجية بسبب إطلالتها على البحر الأحمر وخطوط الملاحة الدولية كما تعد واحدة من أهم المحافظات من حيث الكثافة السكانية نتابع تقع مدينة الحديدة على ساحل البحر الأحمر وتبعد عن العاصمة صنعاء بمسافة تصل إلى 226 كم يشكل سكان المحافظة ما نسبته 11% من إجمالي سكان اليمن تقريبا وتحتل المرتبة الثانية من حيث السكان بعد محافظة تعز تبلغ عدد مديريات المحافظة 26 مديرية ومدينة الحديدة هي مركز المحافظة وتعد الزراعة والصيد أهم نشاطان للسكان فيها حيث تحتل المركز الأول بين محافظات الجمهورية في إنتاج بعض المحاصيل الزراعية وبنسبة تصل إلى 26% من إجمالي الإنتاج كما تمتاز أيضا محافظة الحديدة بالصادرات الحيوانية والتي يتم تصديرها إلى جميع محافظات الجمهورية والدول المجاورة وتنتشر في البحر الأحمر قبال تساحل محافظة الحديدة مجموعة من الجزر اليمنية يصل عددها إلى أكثر من 40 جزيرة كما تطل على شريط ساحلي ممتد وغني بالأسماك والأحياء البحرية كما ونوعا وتمتلك المحافظة ثاني أهم ميناء الرئيس للجمهورية اليمنية وتقع على طريق التجارة العالمية القديمة ويشكل اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة وتنفيذه تأمينا للملاحة الدولية في البحر الأحمر نزحت قرابة 300 أسرة من قرى الجبلية بمديرية التحيط جنوبي الحديدة إلى الحيمة الساحلية في الساحل الغربي بعد تدمير الميليش الحوثية لمنازلهم وقراهم ومزارعهم ليجدوا أنفسهم نازحين بلا مأوى ولا غذاء ولا دواء عالقين بين قذائف الموت الوحشية وجحيم النزوح مأساة نازح قرى الجبلية في سياق هذا التقرير الذي أعده مراسل قناة السهيل الزميل عبد الحفظ الحطام أطلق نازح قرى الجبلية الواقعة جنوب مدينة الحديدة مناشدة عاجلة بعد أن نزحوا من قرىهم لدى قصف ميليشيات الحوث الإرهابية لمنازلهم خلال أيام التهدئة وباتوا يواجهون الموت البطيء في مواطن النزوح يكابدون الجوع والبرد والضمار أكثر من ثلاثمائة أسرة نزحت من قرىها إلى شرق الحيمة الساحلية التابعة لمديرية التحيطة جنوبي الحديدة يسكنون العراء دون مأوى أو غداء أو دواء أطفال ونساء ومسنون يسكنون القشة ويلتحفون التراب يحركون أجساد أطفالهم في خرق بالية لعلها تنام بدل أن تتدور جوعاً ولم يجد هؤلاء ما يأكلونه ولا أدوية تسكن أوجاع مرضاهم ليكتفوا بإطلاق مناشدة لقيادة السلطة المحلية والمؤسسات الإغاثية وأصحاب الضمائر الحية سرعة التدخل لإنقاذ حياتهم وتوفير المواد الغدائية والإيوائية والدوائية بعد أن أصبحوا في العراء بين قذائف ميليشية الموت وصمت الجهات المعنية عبد الحفظ الحطامي لقناة سهيل الفضائية محافظة الحديدة رصدت خلية التنسيق بمركز العمليات المتقدم لمحور الحديدة قيام ميليشية الحوثي المدعومة من إيران باختراق الهدنة التي بدأ تطبيقها منذ أمس الثلاثاء في أكثر من ست جبهات وقالت خلية التنسيق أن الميليشية الحوثية اخترقت الهدنة في محور الحديدة وأطلقت مقذوفات على مديرية الدريهمي وكيلو عشر من مواقعها في قرية العيسى بشمال الحديدة كما اخترقت الميليشية الحوثية الهدنة في جبهات حيس الفازة أو الفازة التحيطة الجبلية حيث تم رصد إطلاق الميليشية لخمسة وأربعين قذفة هاون على الجبلية لوحدها في الوقت الذي تحلت فيه قوات الجيش بضبط النفس والتزمت باتفاق وقف إطلاق النار بحث نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية للشؤون الاقتصادي أحمد صالح العيسي مع المسؤول الاقتصادي في وحدة الشؤون اليمنية بالخارجية الأمريكية مانيو أو ماثيو برنكتن جملة من القضايا والمستددات المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية في اليمن وجهود وإنجازات الشرعية في المناطق المحررة وسبل تعزيز الشراكة بين البلدين وأكد العيسي أن شرعية تولي الملف الاقتصادي والتنموي أهمية خاصة وتعمل على إعادة تفعيل موارد الدولة التي دمرتها الحرب الانقلابية مشيرا إلى أن نجاحا شرعية في هذا الأمر يتطلب مساندة فاعلة ونشطة من المجتمع الدولي وأشاد العيسي بالدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية للشرعية اليمنية بقيادة الرئيس عبد الربو منصر هادي في كافة المجالات وفي مقدمتها دعم الجانب الاقتصادي والإنساني وشدد العيسي على ضرورة تفعيل الموانئ اليمنية وإزالة كافة العوائق التي تحول دون قيامها بوظائفها الحيوية والتنموية وعلى وجه الخصوص ميناء العدن الذي يعد أهم شريان يغذي الاقتصاد اليمني قتل أكثر من ستة وجريح آخرون من ميليشي الحوثي في قصف مدفعي نفذته قوة الجيش الوطني على تقم كان يحمل تعزيزات للميليشيا في طريقه إلى قرية الأثلة في القطاع الغربي لجبهة دمت بمحافظة الضالع وقال مصدر عسكري في اللواء الرابع احتياط إن مدفعية الجيش الوطني دمرت تقما تابعا للميليشيا بعد أن جرى رصده بذقة أثناء قيامه بنقل تعزيزات لمواقع الانقلابيين في الأثلة وأسفرت الواقعة بحسب المصدر عن مقتل وجرح كل من كانوا على متن الطقم وكانت مدفعية الجيش الوطني الثقيلة قصفت تجمعات للميليشيا أثناء قيامها بحشد عناصرها إلى منطقة المعرش في محاولة لشن هجوم على مواقع الجيش الوطني في القطاع الغربي لدمت في إطار الاستراتيجية المعلنة للمشروع الإيراني في اليمن وتحت شعار حراثة الأرض تواصل ميليشيا الحوث الإرهابية زراعة شبكات الألغام المختلفة في محافظة الضالع فيما تقوم الفرق الهندسية في الجيش الوطني بنزع الألغام وحماية أرواح المدنيين المزيد في تقرير مراسلنا بمحافظة الضالع الزميل نصر المسعدي على قدم وساق تستمر الفرق الفنية المتخصصة بنزع الألغام بتفكيك ونزع حقول الألغام التي خلفتها وتخلفها ميليشيا الحوث الإنقلابية وراءها في مناطق تمركزها قبل تحرير قوات الجيش الوطني لها كان اختيارنا للمناطق الأكثر خطورة للناس التي تضر حياتهم ومارسة حياتهم اليومية صفينا عدد من القرى هنا ووجدنا فيها على ألغام مضادة للأفراد وضعت بباب المنازل وتفخيخات وفي جرب الألقاءة ومزارعهم وفي الطرقات عمليات المسح والكشف لا تزال مستمرة بين الأشجار وجوانب الطرقات هنا في نجد القرى جنوب دمت فالميليشيات لم تترك زاوية مفترضة إلا وغرست فيها جسماً غريب لإلحاق الضرر بكل من يمر عليه من إنسان أو حيوان زرعة بالبيوت زرعة بالمزارع زرعة بكل شيء هذه ضد الإنسان وأنا أطالب الحقوقيين وأطالب المنظمات جميعاً صغيرة جداً وعملنا أيضاً في جبال هذا الجبال المحيطة وأخرجنا ألغام كثيرة مضادة للأفراد ونحن إن شاء الله مستمريون هم يصنعون الموت ونحن سنصنع الحياة بإذن الله جهود مضنية يبدلها الفريق في التعامل مع كميات الألغام والمتفجرات وإبطال مفعولها حفاظاً على أرواح المواطنين وتسليم الناس منها كخطر وجودي يتهدد البشر والحجر هذه سيارة كانت تحمل أسرة بالكامل حاولت الدخول إلى منزلهم الكائن هناك فانفجر فيها هذا اللغم لعلك ترى مكان الانفجار والسيارة وعلى ضوه نزلنا إلى هذا المكان وأخرجنا من بعده سبعة ألغام سبعة ألغام أخرجناها من هذا المكان تصوروا فيها سبعة ألغام هذا تعدى خمسة وعشرين متر مربع فيها سبعة ألغام مضادة للدبابات والسيارة وكما ترى أسرة ما بذنب هذه الأسرة أن تموت الأرض التي كانت مكسوة بالخضرة ذات يوم أحالها المشروع الإيراني في اليمن إلى يباس ضمن ما يعرف باستراتيجية الأرض المحروقة وإن باتها بالألغام والمتفجرات نصر المسعدي قناة سهيل الضالع دشن محافظ محافظة صعد اللواء هادي طرشان الوائل يوم أمس حفل افتتاح دورة تدريبية لعدد من الناشطين والناشطات حول رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وصياغة التقارير الحقوقية وقال المحافظ الوائل ناميليشي الحوث ارتكبت أبشع جرائم الانتهاكات لحقوق الإنسان في محافظة صعدة منذ 14 عاما تنوعت بين الاعدامات الجماعية والفردية وتهجير المواطنين وتفجير المنازل واستهداف المدارس والمستشفيات ودور العبادة واستخدامها كمقرة لهم ومخازن لأسلحتهم والتمترس بالمدنيين والاختطافات بشكل شبه يومي على أساس الانتماء أو مخالفة الفكر وأشار الوائل إلى أن ميليشي الحوثي تتفنن في تعذيب المختطفين من أبناء محافظة صعدة داخل سجونهم وأشار الوائل إلى استمرار ميليشي الحوثي في تجنيد الأطفال في صعدة وزراعة الآلاف من الألغام في الطرقات والمدن وبين المنازل والمزارع والمدارس أعلنت الأجهزة الأمنية بمحافظة تعذ صباح اليوم ضبط معملا للمتفجرات في أحد المنازل التي كانت العصابات الخارجة عن القانون تستخدمها في صنع العبوات الناسفة والمتفجرات المختلفة يأتي ذلك في وقت ارتفعت فيه عدد الجثث التي اكتشفت في إحدى المقابر الجماعية التابعة للعناصر الخارجة عن القانون إلى ثمان جثث المزيد في التقرير التالي قوات الأمن بتاعز تعلن صباح اليوم بأنها هاجمت وكرا للعصابات الخارجة عن القانون بإحدى بدرومات العمائر قرب سوق الصميل واكتشفت ورشة لصنع المتفجرات والعبوات الناسفة مختلفة الأشكال والأحجام والأنواع وصادرت هذه المواد وتم تحريزها بالإدارة العامة لشرطة بتاعز من خلال المعلومات التي توصلنا إليها من المطلوبين الأمنيا الذين تمكننا وبحمد الله من ضبطهم من خلال الحمل الأمنية توصلنا إلى معلومات عن وجود مقابر جماعية في منطقة سوق الصميل كما توصلنا إلى معلومات عن وجود مخابة تابعة لهذه العناصر الإجرامية الخارجة على القانون في نفس المنطقة تم تعقب بعد التحري وإقراءة التحريات معرفة أحد الأوكار التي كانوا يختبئون فيها أو كانوا يعتمدون عليها كسيقن أو كمحكمة تابعة لهم كما يقولون كما يجعمون عند مدهمة لهذا الوكر لم نقد أحد من هذه العناصر لأنهم قد فروا مقرد أن سمعوا بدخول الحمل الأمنية إلى المنطقة إلا أننا وقدنا العديد من العبوات النازفة التي بإمكانها أن تدمر المنطقة منطقة البيوت المقاورة بأكمله كما كانت قد أعلنت ليلة أمس عن اكتشاف مقبرة بأحدى أحواش المنازل بنفس المنطقة تحوي ثلاث جثث تم التعرف على إحداها والتي تعود لمجند من أفراد القيش الوطني من أبناء مديرية قبل حبشي بحسب بطاقته التي كانت بين ملابسه وأفاد رجال الأمن بأن هذه الجثث تم إعدامها بآلة حادة بحسب ما هو ظاهر من بقايا هذه الجثث كما أعلنت شرطة تاعز ليلة أمس القبض على اثنين من المطلوبين أمنيا تم ملاحقتهم وإحضارهم إلى الاحتجاز للتحقيق معهم وإحالتهم للنيابة مقبرة جماعية لأفراد القيش الوطني الذين كانوا يتم اختطافهم وتصفيتهم من قبل العناصر الخارقة عن القانون التي كانت تسيطر على هذه المنطقة يعني كانت هذه المنطقة بؤراء قرامية كان من عرف عنه أنه قندي أو ينتمي إلى القيش أو الأمن يتم اختطافهم من ذما تصفيته وذبحه نجاحات متلاحقة ومتتالية لقوات الشرطة والأمن وهم يلاحقون الخارجين عن القانون ويضبطون المطلوبين أمنيا ويكشفون مخازن العبوات والمتفجرات لتأمين المدينة وسكانها محمد يوسف لقناة سهيل تعز تواصل لجنة من وزارة الداخلية برئاسة العميد عدنان القلعة زيارتها إلى مدينة تعز للاطلاع على جاهزية إدارة شرطة تعز تنفيذاً لتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري واطلعت اللجنة على سير العديد من الإدارات الأمنية في المناطق المحررة والجاهزية البشرية وأشهد رئيس اللجنة العميد عدنان القلعة بالحضور الملحوظ لأجهزة الأمن في المحافظة مشدداً على ضرورة رفع أدائها مؤكداً أن الوزارة أن الوزارة ستعمل على توفير احتياجات الأجهزة الأمنية في المحافظة لتعزيز العمل الأمني طبعاً بناء على توقيهات معالي الأخ نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية المهندس أحمد الميسري كلفنا بالنزول إلى محافظة تعز للطلاع عن كثب عن مدى القاهزية المادية والبشرية لقوات الأمن في محافظة تعز بشكل عام لقيادة الأمن العام والقوات الخاصة وأمن الطرقات والدبريات لمشنا خلال الزيارة نوع فيه شحص كثير وكبير وفيه عمل يبدل وقهد يعني ويحتاج لهم شوية إمكانيات تعززهم فيها ونحن نشكر إذاة الأمن في تعز وقايد القوات الخاصة وقايد النقدة والمنشآت أيضاً لما لمسنا منهم يعني من تواقد وقاهزية مقبولة نوع ما ونتمنى من نعمل المزيد بذل جزيز رفضت رابطة أمهات المختطفين والمخفين قسراً بمحافظة عدن قرار علي جميل وكيل النيابة الجزائية المتخصصة بتمديد اعتقال معتقل سجن بير أحمد بالمحافظة 45 يوماً دون وجود أدلة تستوجب استمرار احتجازهم واستنكرت الأمهات في وقفة احتجاجية نفذتها صباح اليوم الأربعاء أمام مكتب النائب العام بالمحافظة تمديد احتجاز أبنائهن من قبل النيابة دون مسوغ قانوني وجميع ملفاتهم فارغة من أي قضايا كما طالبت الأمهات من النائب العام سرعة الكشف عن مصير العشرات من أبنائهن المخفين قسراً في سجون المحافظة والسجون السرية والإفراج عنهم دون شرط أو قيد ومحاسبة المتسببين باختطافهم وإخفائهم لسنوات تجدر الإشارة إلى أن قانون الإجراءات الجزائية اليمني ينص على أن كل من يقبض عليه بيجب أن يقدم إلى قاض أو مدع عام في غضون 24 ساعة ويجز له تمديد فترة الاعتقال لمدة سبعة أيام أو الأمر بالإخلاء بإخلاء سبيله وتمديد فترة الاعتقال لمدة أقصاها ستة أشهر ينبغي الحصول على أمر من المحكمة مع مراجعتها دورياً من قبل قاض أو محكمة ومع ذلك ينبغي إطلاق سراح المعتقل إذا لم توجه إليه تهمة قالت شركة سماوات للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني المحدودة إن ميليشي الحوثي في محافظة الحديدة نهبت أجهزة ومعدات تلفزيونية خاصة بها أوضحت الشركة في بلاغ صعفي تلقت قناة سهيل نسخة منه إن ميليشي الحوثي نهبت الأجهزة والمعدات التلفزيونية الخاصة بها من حاويات ميناء الحديدة على الرغم من اكتمال إجراءات إعادة تصديرها إلى بلد المنشى وكانت مصادر عاملة في ميليشي الحوثي أكدت قبل أيام شروع ميليشي الحوثي في نهب معدات ووثائق وبضائع مملوكة لتجار ومستثمرين كانت في طريقها للشحن والنقل من الميناء المطل على البحر الأحمر وذلك بعد يومين من اتفاق السويد الذي ينص على وقف إطلاق النهر في الحديدة وانسحاب الميليشي الحوثي من المدينة ومينائها برعاية الأمم المتحدة وأشارت المصادر لأن ميليشي الحوثي عملت بشكل مكثف على نهب أجهزة ومعدات وسيارات ومواد غذائية وغيرها مما كانت في طريقها للشحن والنقل إلى خارج محافظة الحديدة إذاعة وطني F-M التي تبث من مدينة تعز والتي توقفت بعد فترة قصيرة من إطلاقها بسبب ضعف التمويل عادت اليوم من جديد بعد تبني تمويلها من قبل التوجيه المعنوي للجيش الوطني حيث دشنت عملها بخريطة برامجية جديدة هدفها إيصال صوت الشرعية والجيش الوطني إلى كل اليمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سامعنا الكرام نحن معكم على الهواء مباشرة من إذاعة وطني F-M وفي أول يوم إعادة الباثل هذه الإذاعة التي توقفت اضطراريا بدأت بثها من جديد بعد أن تقاوزت مشاكلها التي عانت منها ويعتبر اليوم الأربعاء أول يوم في تدشين عملها الإذاعي الذي سيخدم الحقيقة والكلمة الحرة الصادقة هذه وطني F-M لإعلاناتكم أو التواصل في مختلف برامجنا التفاعلية نبارك لطاقم الإذاعة ونبارك لتعز وابناء اليمن ونبارك القوات المسلحة إعادة هذا الصوت والإعلام الحر هذا المنبر الذي أدى رسالة في الفترة الماضية وسيستمر في تأدية هذه الرسالة وطني F-M تبث من مدينة تأز ويصل صوتها إلى عدة محافظات مرتفعا بالحقيقة التي تشوهها الميليشيات بالكذب واختلاق الانتصارات الوهمية على طول الوطن وعرضه فهنا صوت الشرعية والجيش الوطني الذي يدحر الإنقلاب حكم أوضاع اليمن وتقلبات الحاصلة لا نستطيع أن نقول حلينا مشكلتنا أبديا وإنما أعتقد أننا تجاوزنا مرحلة صعبة ونتمنى أن نستمر إن شاء الله أصبح الإعلام موازن ومكمل للمعركة بل يصفه البعض بأنه المعركة الأولى وأصبحت الشرعية بحاجة إلى إعلام صادق وبديل للمؤسسات التي سيطرت عليها الميليشيات ووظفتها لخدمة مشروعها الإقلابية السلالي وأدخلت إلى اليمن كل غريب يخالف عادات وتقاليد الشعب اليمني التي عرف بها وجه وكيل محافظة حضر موت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثير بسرعة تجهيز صالة المغادرة الثالثة بمطار سيئون الدولي لمواكبة وطيرة العمل المرتفعة في المطار ورفع جاهزية المطار من أجل فتح خطوط طيران دولية ومحلية جديدة لخدمة أبناء وادي حضر موت والوطن عموما وطلع الوكيل عصام الكثير أثناء زيارته لمطار سيئون الدولي على حجم الأعمال المنجزة في تأثيث الصالة موجها بسرعة تركيب مقاعد الصالة وأجهزة التفتيش الأمني التي تم توريدها موجها في ذات السياق بتجهيز صالة لكبار الضيوف وشخصيات نظرا للمكانة الحالية لمدينة سيئون في ظل الأوضاع التي تعيشها البلاد وقال الكثير إن السلطة المحلية بوادي حضر موت عملت منذ توليها قيادة الوادي إعطاء مطار سيئون الدولي أهمية خاصة ونفذت مشروع إكمال صالات المطار الجديدة التي عملت حاليا على الرفع من مستوى العمل في المطار مضيفا أن خطة السلطة في الفترة القادمة ستشمل تنفيذ عدد من المشاريع التي ستعمل بدورها على الرفع من مستوى العمل في مطار سيئون الدولي بدوره أوضح المهندس علي باكثير مدير عام مطار سيئون الدولي لأن الصالة الجديدة تستوعب 150 مسافرا وستعمل على مساعدة المطار في فتح خطوط طيران جديدة عقد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثير اجتماعا استثنائيا للمكتب التنفيذي في مديرية شبام لبحث الحالة الأمنية بالمديرية والوقوف على الاختلالات الأمنية ومناقشة الحلول العجلة لتعزيز المستوى الأمني في المدينة التاريخية وقال الكثير أن السلطة المحلية بوادي حضرموت تعمل منذ بداية توليها زمام السلطة على إيجاد معالجات جذرية للمشكلة الأمنية عبر كل الأطر سواء عبر وزارة الداخلية والحكومة أو التحالف وتوفير دعم لوجستي لتمكين الأجهزة الأمنية للقيام بمهمها وشار الكثير إلى أن السلطة المحلية بدأت قبل شهرين باعتماد ثمانية مشاريع في البنية التحتية لإدارة الأمن وقال إنه سيتم تعزيز البنية التحتية لإدارة الأمن بالمديريات وتفعيل مراكز الشرطة وأكد الكثير على أهمية إيجاد تعاون من قبل كل المواطنين والعقلاء في إيصال المعلومات حول المتهمين بالقيام بالأعمال الإجرامية أو الاغتيالات إلى الأجهزة الأمنية التي ستنفذ مجموعة من الحملات الأمنية والعسكرية للبحث عن المطلوبين أمنيا والمتهمين بالقيام أو التخطيط أو إيواء العناصر الإجرامية والخارج عن القانون زار محافظ محافظة شبوى محمد صالح بن عدي موقع شركة OMV النمساوية المشغلة لقطاع العقلة بمديرية عرما بمحافظة شبوى وتفقد المحافظ بن عدي موقع الشركة بالعقلة والتقى بنائب المدير العام للشركة عز الدين الحكيم والمهندسين والعاملين فيها وتم خلال اللقاء مناقشة مجمل الأوضاع في الشركة ومستوى سير تنفيذ خططها العملية والإنتاجية بالقطاع ونوه المحافظ بنجاح الشركة في إعادة تشغيلها للقطاع واستئناف عمليات تصدير إنتاجها النطي من حقوله وثمن عاليا مبادرة الشركة وعودتها لتشغيل أول القطاعات النفطية بالمحافظة والتي توقفت جميعها بسبب اندلاع حرب الميليشيا الحوثية وقال إن هذه الخطوة ستسلم في تحفيز بقية شركات للعودة إلى استئناف تشغيلها لقطاعاتها النفطية الأخرى بالمحافظة وصل إلى عدن يوم أمس 14 شاحنة محملة بالمساعدات الغذائية كدفعة أولى للمحتاجين في محافظة لحج مقدما من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وقال مدير المركز إن المساعدات تأتي ضمن مشروع توزيع عشرة ألاف وثمانمائة سلة غذائية مخصصة لمحافظة لحج بالمركز الملك سلمان في إطار الجهود الإغاثية التي يبذلها المركز في مختلف القطاعات في اليمن الشقيق وقال مدير مركز الملك سلمان إن جهود المركز مستمرة في تقديم العون الإغاثي والإنساني لشعب اليمني معبرا عن شكره لجهود السلطات المحلية في محافظة لحج والشركاء المحليين المنفذين لهذا المشروع والذين يعملون من أجل أن تصل المساعدات إلى جميع المحتاجين في محافظة لحج ونبقى الآن مع متفرقات النشرة الإخبارية تفقد محافظ أرخبيل سقطر رمز محروس سير العمل في شرطة المحافظة وأشاد بالدور الكبير الذي تقوم به الأجهزة الأمنية بالمحافظة وإنجازاتها مشددا على ضرورة رفع اليقظة الأمنية وتعزيز العلاقات مع المجتمع بما يسيم في مكافحة وضبط الأمن والاستقرار زار وكيل محافظة تعز الدكتور عبد الحكيم عون مكتب الهيئة العليا للأدوية والمسزمات الطبية بالمحافظة واطلع على أعمالها مشيرا إلى دورها الإيجابي في توفير الأدوية والرقابة على سوق الدواء خصوصا في ظل الأوضاع التي تمر بها المحافظة مؤكدا على ضرورة تفعيل كافة مكاتب المؤسسات والهيئة الحكومية في المحافظة على طريق تطبيع الحياة في تعز نفذت جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية في محافظة أبيان توزيع مئة سلة غذائية على النازحين من مناطق الحرب والمتواجدين في منطقة النوبة بمدينة الكود بمدينة خنفر وذلك في إطار حملة المساعدات الإنسانية الإغاثية التركية وشكر منسق جمعية الإصلاح في الكود حسن مجاهد هيئة الإغاثة الإنسانية التركية لما قدمته للنازحين نشرتنا انتهت وعود إلى أهم عنوينها قائس الجمهورية يبحث مع السفر البريطاني الخطوات المتخذة لتحقيق جهود السلام فرية التنسيق في محور الحديدة ميليشي الحوث الانقلابية اخترقت الهدنة في ست جبهات بالمحافظة الأجهزة الأمنية بتاعز تضبط معملا لصناعة المتفجرات وارتفاع الجثث المكتشفة إلى ثمان للمزيد يمكنكم متابعة موقعنا على الانترنت سهيل دوت نت وعلى صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر واليوتيوب والتليجرام في أمان الله اشتركوا في القناة